نحن في موضوع علي الحبسي ودياس يعني الآن إذا فاز الهلال وعبر قالوا دياس إذا فقالوا الإدارة كانت على حقه علي الحبسي وكذا فبالتالي ولكن ما نحن الآن ما نحن في نهاية الأمر من سيدفع الثمن يعني الجمهور والكرة السعودية والأندية يعني أمام الأندية السعودية الأهلي والهلال فرصة أنها الوصول إلى در الأربعة والوصول إلى النهائي وتحقيق إنجاز الكرة السعودية ومشاركة في منديان كاس العالم فهذا منجز كبير يعني ولكن حينما تصدم في قناعات مدرب أنا أعتقد أن الإدارة الهلالية خنقت يعني في نهاية الأمر ما تقدر أنها تستبعد الدياز في هذا التوقيت الصعب جدا يعني أقول لك كان ارتكبت حماقة للأمانة فبالتالي ما قدامها إلا أنها تعبر هذا المأزق حتى ترى فيما بعد إيش الصالح للنادي وتتخذ القرارة المناسب اللي قاعد يصير أنه في مدربين للأمانة يعني يتخذون قرارات عجيبة غريبة أنا شفتها في النصر في زوران يعني زوران كان غريب أطوار في قراراته وللأمانة كانت الإدارة مسكت وكل شيء يعني كانت مسكت وكل شيء ورغم ذلك خذل الإدارة وخذل هذه الصلاحية والرجل راح بحث على العرض الأفضل وترك النادي وترك كذا وفبالتالي بس حقك يعني حقك زوران نتاج؟ لا مع احترام وتقدير اللي يقول حقك هم يرون إيش تحقيق لما يفوز على الهلال ولا يفوز على الفرق الكبيرة إخي أنت اللي كسبك الدوري الفرق المتوسطة زوران خسر 14 نقطة مع فرق متوسطة غير منافسة على الدوري بسبب قناعته؟ بسبب قناعته يعني النصر خسر الموسم الماضي 14 نقطة مع زوران مع عندي متوسطة وهي اللي فرقت مع النصر في نهاية الدوري طيب